ايه ده ده المرشح ده بيقول كذا ايه ده ده وهو ده بقى الحل اللي عندك طب وإنت كنت بتقول لنا يعني مش عارف ايوه ايوه يا جماعة حوار سياسي ايوه اشتبكوا ايوه اسمعوا ايوه اعرفوا كل واحد عنده حل عامل ازاي ما انا كمان مش باخترك بشكلك وجمالك انا باخترك بحلولك وثقتي ان انت تقدر تعبر بينا فتبتدي تسمع بقى الكلام دلوقتي وتوزن ده ايه ده كويس طب حينفع طب اللي انت بتقوله طب ده انا اول ما الناس تتكلم تلتف الكلمات حبالا حول عرقها يعني الكلمة نور وبعض الكلمات قبور الكلمة بتلف عن رعب على طول لو حنينا تبقى الكرفات تلاتيفة لو بتاع حبل مشناء واكب من الناس الكلمات ضيعتهم ففرصة دلوقتي يا جماعة انه نحن نستحق عايز ترشح اللي انت عايز ترشحه انما انت تبقى حاسس يا اخي حس ان احنا دولة نستحق معاملة كويسة نستحق حياة سياسية نستحق ناس تقول كلام نستحق ناس تتداول افكار فهو الانتخابات دي كل اللي فيها ايه ان انت النهاردة العالم كله كان ممكن رويترز ومش عارف ايه بتاع يبقوا كاتبين اخر اليوم ده الجزء التاني ان يهمني المصريين انه العملية السياسية في مصر منتحرة ومخنوقة والراجل نزل ضربوه ولموا الاتباع بتوعه وحطوهم كلهم في البوكس ومش عارف ما فيش كلام ما انت ليه محدش بقى اتكلم عن النقطة دي دلوقتي احنا بس بنستنى المصايب لكن في حاجة حصلت النهاردة وانا عايز هذا الامر يستمر فليتحدث الناس وليطوف الناس وليخرج الناس الى الشوارع ويتكلموا ويطلعوا في برامج ويقولوا وقرأهم ويقولوا كل حاجة جايز يا جماعة المرحلة دي تبقى مرحلة فتح المجال السياسي الناس كلها تتكلم في السياسة الناس كلها تقول وعلى فكرة السياسة هو الاقتصاد وهي الاجتماع يعني الاقتصاد مش بعيد عن السياسة يا السياسة تأتي اولا ثم ياتي الاقتصاد تقدر بقى تتنهائش تقدر تتكلم تقدر تقول ده صح وده غلط تقدر تقولوا احنا مستقبلنا حيجرى فيه ايه حب نتكلم على ست سنين جاية ست سنين جاية انت بتسلم فيها القيادة لمواطن مصري تحسابه ان هو يستطيع ان يقوم بهذا الامر فالامر جلل وانا عايز انك تهتم وانا عايز انك تنزل وتروح تحط صوتك للي انت عايزه للي انت عايزه يا رب انت قدامك ثلاث اختيارات اعمل فيه اللي انت عايزه بس روح يا رب تيجي تقولي انا مش عايز ده ولا ده ولا ده ولا انا مش عايز حاجة خالص اقول انا عايز فلان ومش عايز فلان اقول انا مش هعمل الكلام ده انا هعمل الكلام اعمل اللي انت عايزه إنما قد the end of the day شارك ليه بقى لأنه ماينفعش بعد كده تيجي تقول لي تقول لي والله مش عاجبني مش عاجبني إيه أنت طلبت كده أنت عايز كده وإنت اخترت كده وإنت اخترت كده وأرجوكو تحت أي ظرف تحت أي ظرف محدش يزخر من حد محدش يزخر من حد دي مصر ودول المصريين محدش يزخر من حد كل واحد بيعبر عن طريقته والله أنا راجل مثلا خريج مش عارف إيه بتاع أنا بكتب تويتها أنا بعمل التوكيل بتاعي وأطلع أصوره في واحد تاني بيطلع يرقص في واحدة تالتة تطلع تزغر يعمل لهم عايزين بس تشاركوا عشان أنا لما قلت إيه إنه الحياة السياسية مش على تويتر الحياة السياسية بقى إحنا على الأرض هتجيب الخمسة وعشرين ألف توكيل ولا لا في ناس هتموت ومحدش ينزل يعني مثلا مرة تانية ترجمة نانسي قنقر